إلى أي مدى بتقديرك في مبالغة في هذا الأمر هل يمكن لبايدن أن يتعامل مع النظام الإيراني بشكل مختلف تماماً عن دونالد ترامب بموضوع الاتفاق النووي أن يعود بالفعل لتفعيله أمور أخرى نفوذ إيران في المنطقة في العراق في سوريا في لبنان في اليمن أولاً بالنسبة للقول بأن جو بايدن هو مرشح إيران في الانتخابات لا شك أنه هو نوع من التهويل والتهويل غير منطقي أصلاً الإسرائيلي كان مستفيد جداً من وجود ترامب في البيت الأبيض لا ننسى أن ترامب ما قام به لإسرائيل كان ربما سابقاً لم يقم بها أي رئيس أمريكي نعم الرؤساء الأمريكيون كانوا دائماً يديرون الصراع العربي الإسرائيلي لصالح إسرائيل يعني دائماً كانت هناك إدارة لهذا الصراع من قبل الأمريكان لصالح إسرائيل ولكن ترامب كان يفرض لصالح إسرائيل ولم يكن يدير صراع كان يحاول أن يفرض يعني تخيل أستاذ علاء أنه منع التمويل عن مناصمة الغوص التي تساعد الفلسطينيين فقط ليفرض عليهم اتفاق صفقة القرن يعني هدد أيضا بعقوبات على دول أيضا لفرض هذه الصفقة عليهم دفع بعض الدول إلى القيام بعض الأمور لصالح إسرائيل فقط بدون أن يلاحظ أي مصلحة للشعب الفلسطيني صاحب الشعي لهذه الأرض لذلك الإسرائيليون نعم هم حقودة ربما أو لهم مبرراتهم في الكلام عن هذا الموضوع ولكن بالنسبة للموضوع الإيراني يجب علينا أستاذ علاء أن نفهم شيء مهم في السياسة الأمريكية السياسة الأمريكية هناك سياسات هي سياسات استراتيجية لأمريكا هذه السياسات غير مرتبطة بالشخص الرئيس أو بالإدارة الموجودة سواء كان من الديمقراطيين أو من الجمهوريين هذه تمثل سياسات استراتيجية متعلقة بالأمن القوبي الأمريكي وهناك بعض السياسات الخارجية المرتبطة بالشخص الرئيس ربما يكون الرئيس هامش في التحرك فيها دون أن يرجع إلى بعض المؤسسات بالنسبة لموضوع مواجهة نفوذ الإيراني في المنطقة هذا من الأمور الاستراتيجية بالنسبة لأمريكية خليها مواجهة نفوذ الإيراني في المنطقة بس حتى لا ننطل أكثر على ضيفنا الأستاذ ضياء وأريد أن أخذ هذه الصورة سريعا قبل الأستاذ ضياء حقيقة وتتابع حول مواجهة النفوذ الإيراني بس هذه ربما عبر الانستجرام من حساب رئيس الوزراء القطري السابق وزير خارجية حمد بن جاسم آل ثاني نتابع الصورة هذه الصورة صورة تجمعني مع الأمير الوالد وبايدن صورة لها دلالة سأتي إليها طبعا الأمير تميم أيضا هنأ بايدن بهذا الفوز أمير قطر سأتي إلى موضوع عكاس فوز بايدن على دول الخليج العربي على قطر وغير قطر لكن بما أنه كنا نتحدث عن إيران مواجهة النفوذ الإيراني نعم مواجهة النفوذ الإيراني هذا من أمور الاستراتيجية بالسياسة الأمريكية بمعنى أنه الكل هناك اتفاق هناك إجباع أمريكي على أنه يجب على أن يواجه هذا النفوذ وأن لا تصل إيران إلى القدرة على امتلاك سلاح نووي هلأ هناك نظرتين في أمريكا هناك الحزب الديمقراطي الذي يرى من أيام أوباما أنه الحد من نفوذ أو من قدرة إيران على أن تمتلك السلاح النووي هي بتقييدها باتفاق أما ترامب جاء وقال لا هذا الاتفاق أنا أريد أن أمارس ضغطا أكبر على إيران وحتى على تمددها في الخارج وما أنه نحكي عن نفوذ سريعا أيضا قبل الأستردية ناخد لبنان كمثال وأنت لبناني دكتور حتى بموضوع تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحرير الرئيس المكلف ربط هذا الأمر بالانتخابات الأمريكية لن يتغير أستاذ علي لن يتغير شيء متعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية الآن والأمر الآخر بالنسبة لمواجهة النفوذ مشكلة لبنان مرتبطة بمشكلة إيران يعني بمعنى المشكلة في لبنان لأن حزب الله يمسك بزمام السياسة في لبنان وحزب الله يعتبر هو رأس الحرب الإيرانية المشروع الخارجي الإيراني فبالتالي المواجهة للبنان ليس لأنه لبنان وإن مواجهة حزب الله في لبنان وبالساطفة أن حزب الله هو الذي يمسك بزمام السياسة اللبنانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة